لم تكن محاولات أقطاب العملية السياسية قادرة على إخفاء حجم الخيبة التي رافقت الانتخابات بسبب المقاطعة الكبيرة التي شاهدها الجميع محليا ودوليا رغم مساعي مفوضية الانتخابات تقديم صورة وردية عن حجم المشاركة وكالة رويترز قالت ان انتخابات العراق سجلت أعلى نسبة مقاطعة منذ احتلال البلد عام 2003 ونقلت الوكالة عن مسؤولين قائمين على الانتخابات قولهم ان ضعف المشاركة يؤكد تضاؤل الثقة في الزعماء السياسيين ويشير الى ان ميزان القوى لن يتغير في العراق بل ان الاوضاع ستخدم زعماء الميليشيات وتزيد من سطوتهم وفي سياق مشابه اكدت ممثلة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق فيولو ظون كرامون ان عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية الى الحكومة الحالية والحكومات السابقة مشيرة الى ان بعثتها شخصت عدة مخالفات وخروقات ولكن ايضا لأسف رأينا اقبال ضعيف من قبل الناخبين للتصويت العزوف الكبير لم يكن محرجا للحكومة فحسب بل للبعثة الاممية في العراق والتي ظلت رئيستها جنين بلاسخرت تروج بطريقة وصفها مراقبون بالمبتذل لخيار الانتخابات مستبقة للمقاطعة بالقول ان المنظمة الدولية ستعترف بنتائجها مهما كانت نسب المشاركة ويؤكد مراقبون ان هذه الانتخابات تأكس النسبة الحقيقية للمشاركة بعيدا عن ما كان يحدث سابقا من تزوير لارادة العراقيين حيث يؤكد مختصون ان نسبة المشاركة التي اعلنت المفوضية اعتمدت فيها على اعداد المسجلين لديها في حين ان اعدادا كبيرة من الذين يحق لهم التصويت لا يمتلكون بطاقة الناخب اصلا وفي ظروف مشوهة افادت الاحزاب المدركة لخسارتها مسبقا المشاركة المتدنية التي اسفرت عنها الانتخابات تأكس حالة الغضب والنقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة وما خلفته من فساد وخراب ضرب كل مؤسسات الدولة وانعكس على المواطن في معيشته التي تزداد سوءا يوما بعد يوم بينما لم ير من النظام سوى الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة